أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنها تعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة في أوكرانيا وقال بيان إن الممرات ستكون لخروج المدنيين من سكان مدينتي ماريبول وفولون فاخا وبأن هذه الممرات ستكون آمنة بدءا من العاشر صباحا في توقيت موسكو فيما أكد علام الروسي أن أغلاق المطارات جنوب روسيا تم تمديده حتى منتصف مارس الجاري وأكدت موسكو أن يمداد الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم يتأثر بالعمليات العسكرية الحالية